حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا الحسن بن عمران رجل كان بواسط قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزة يحدث عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة قال حجاج في حديثه قال سمعت زرارة عن عبد الرحمن بن ابزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطير بسبح أسمى ربك الأعلى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل وزبيد الإمي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ورفع بها صوته حثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد وكان إذا سلم قال سبحان الملك القدوس يطولها ثلاثا حثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنا قتادة قال سمعت زرارة يحدث عن عبد الرحمن بن ابزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا قال أخبراني زبيد وسلمة بن كهيل سمع ذرا يحدث عن أبن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا شعبة قال زبيد وسلمة أخبراني أنه ما سمع ذرا عن أبن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يطير بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد وكان إذا سلم يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا يرفع صوته بالآخرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد ويقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن ذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه قال ألا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطير بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد وإذا أراد أن ينصري فمن الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم يرفع صوته في الثالثة حثنا وكيع حدثنا سفيان عن زبيد عن ذر الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة الخزاعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح أسمى ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد ويقول إذا جلس في آخر صلاته سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد بالآخرة صوته حثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمس أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سلمة ابن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين حثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية فلما صلى قال في القوم أبي بن كعب قال أبي يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها قال نسيتها حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن ابزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح أسم ربك الأعلى حان يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول أصبحنا نحن على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن أبي سعيد الخزاعي عن أبني أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة في الصلاة حثنا يحيى بن حمد قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير حثنا جرير عن منصور عن راشد أبي سعد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة فدعا وضع يده اليمن على فخيذه ثم كان يشير بأصبعه حثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن أبن شوذة وعن عبد الله بن القاسم قال جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزة فقال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلنا بل قال فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عضو مأخذه ثم رفع حتى أخذ كل عضو مأخذه ثم رفع حتى أخذ كل عضو مأخذه ثم رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى ثم قال هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم